إلي بيحصل لما ببارك وإلي بيحصل لما بلعن في الجو الروحي إلي بيحصل في العالم الروحي لما تدرب يوريني الاتنين دول لها فكرة لما يكون فيه سكة حديد خط سكة حديد وهو خط واحد وفيه قطرين جايين لما قطر واحد هيعدي التاني لازم يوقف ماينفعش الراجل اللي بيسموه المحوالجي لما يمسك السكينة لما يفتح لواحد لازم يقفل التاني ماينفعوش الاتنين يكونوا مع بعض لما واحد بيلعني أو بيهاجمني أو بيتكلم ضده ده معنى أنه هو السكة بتاعته بتاعة الأرواح الشريرة والشيطان عمال يسود بالأزمة والكلام السيء والإصابات والمشاكل والصدمة عملت أصل لما أنا أسيب الكلام ده معنى أنه أنا سبت للشيطان أن يعمل اللي هو عايزه لكن أول ما ابتدي بارك على طول أنا كأنني شديت السكينة وروح تقافل الباب على الأرواح الشريرة وفاتح الباب لأرواح الملكوت والأرواح الملائكية ولعمل الرب فمعنى تاني لما حصل الكلام ده وأنا بصلي بصطلقتها دخلت الأوضة وبتنور النور فالرب قال لي بالضبط هو ده لما كانت الأوضة ضلمة الضلمة هي اللي مسيطرة أول ما تفتح النور الضلمة اختفت أول ما بتبارك أنت بتعلن النور فبتوقف عمل الشيطان فبتوقف عمل الأرواح الشريرة فالشخص اللي عمالي هاجمني ويتكلم ضدي وعمالي يعمل ويعمل ويعمل هو مدفوع بأعمال أرواح إبليس أو هو بيعطي التصريح للأرواح الشريرة تشتغل لكن أنا لما أعمل العكس أنا أبتدي أبارك معناه أني أنا فتحت الباب لأرواح ملائكية أرواح الخير فتحت البركة لنهر اسمه نهر البركة يأثر في الشخص الآخر وفي نفس الوقت وقفت الشر فأنا عملت حكتين الشر وقفه الخير داخل مكانه الضلمة وقفت والنور داخل مكانه